كان هناك شاب يعيش مع والدته بعد أن توفي والده من زمن طويل وصممت والدته أن تجعله يكمل دراسته وأن تتحمل هي وحدها كافة مصاريفه فكانت تعمل وتنفق عليه وعلى دراسته وتمنعه من العمل حتى يتمكن من الدراسة قبل أن ينتهي الشاب من إكمال دراسته توفيت الأم رحمه الله فحزن قلبه لفراقها وبكى عليها كثيرا ونذر لله عز وجل أن يخرج من راتبه بشكل شهري مبلغا يجعله للفقراء والمحتاجين وفي نيته أن يكون ثواب وأجر هذه الصدقة إلى أمه كما أقسم على نفسه أنه لن تفوته سجدة واحدة إلا ودعا لأمه وأن يتصدق ويبني المساجد ويأتي بالبرادات ويفعل الخير الكثير ويهب ثواب وأجرى كل هذا إلى أمه مرت الأيام وتزوج الشاب وأنجب ولدا سماه محمدا وفي يوم من الأيام وبينما هو خارج للصلاة رأى مجموعة من الرجال يضعون براد ماء في مسجد حيهم فضاق صدره عندما أدرك أنه نسي هذا المسجد قائلا في نفسه لقد وضعت في أماكن كثيرة ونسيت أن أضع برادا في مسجد حينا وبينما هو يفكر في ذلك فإذا بإمام المسجد يلحق به ويناديه قائلا بارك الله فيك وجزاك خيرا يا أبا محمد على براد الماء تعجب الرجل من كلام الشيخ وقال ولكن هذا البراد ليس مني فقال الشيخ بل هو منك أحضره اليوم ابنك وقال أنه منك وإذا بابنه الصغير يقبل عليه ويقبل يده ويقول إنه مني يا أبي ولكنني نويت أن أهب أجره لك وأدعو الله عز وجل أن يتقبله سقاك الله من أجره بسلسبيل الجنة دمعت عين الرجل وسأل ابنه ومن أين أحضرت ثمنها يا بني وأنت لا تزال في الصف الأول الثانوي ولا تعمل وليس لك دخل فقال الإبن منذ خمس سنوات بدأت أجمع وأدخر المال من مصروفي ومن أي مال تعطيني إياه حتى تمكنت اليوم من شراء هذا البراد لأبرك به كما بررت جددي رحمه الله على مدار سنوات ورأيتك تفعل ذلك دائما في كل موضع وحين فسبحان الله صدق من قال قديما البر دين وسيعود لك يوما في أولادك والعقوخ كذلك سيرجع لك يوما ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أصاب الكبر الشديد رجلا تجاوز الثمانين من العمر فأصبح في بعض الأحيان يفقد وعيه وذاكرته حتى يصبح كالمجنون ثم تعود إليه وهكذا كان هذا الرجل قد قام بتزويج أولاده الثلاثة وأسكنهم في نفس البيت الذي يعيش فيه ولكن زوجات أبنائه شعروا بضيق شديد من وجود هذا الأب ولذلك وضعت الزوجات الثلاث خطة لطرد هذا الأب وألححن على أزواجهن إلحاحا شديدا حتى يتقبلوا هذه الخطة وهي الذهاب بأبيهم إلى دار المسنين عندما تأتيه الغيبوبة وبالفعل استجاب الأبناء لزوجاتهم وعندما أوشك الأب على الدخول في الغيبوبة ابتسمت الزوجات وقلنا له سوف نأخذك لدار للعلاج وبعد أن راح الأب في غيبوبته هنأت الزوجات الثلاث بعضهن في فرحة كبيرة وذهب الأبناء بوالدهم إلى دار المسنين وقالوا للمسؤولين إن هذا الرجل وجدناه في الطريق ونريد أن نكسب الأجر فأتينا به عندكم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون رحب الدار المسنين بهذا الأمر على أنهم بالفعل وجدوا هذا الرجل بالطريق وليس له أحد إلا هؤلاء الذين جاءوا به لهذا المكان وعند خروجهم قالوا لبواب الدار إذا مات هذا الرجل فهذا رقم البيت ورقم الجوال فاتصل بنا عادت الذاكرة لهذا الأب فنادى على أبنائه الثلاثة ليحضروا له ماء للوضوء فجاء المسؤول والممرضون إليه وقالوا له أنت في دار المسنين سألهم الأب متى أتيت إلى هنا قالوا أتيت في يوم كذا وذكروا له أوصاف الأبناء الذين جاءوا به قال الأب بحزن شديد هؤلاء أولاد الثلاثة ثم رفع يديه ودعا عليهم اللهم كما فعلوا بي هذا الفعل اللهم فأرني وجوههم تلتهب نارا يوم القيامة واحرمهم من الجنة ثم طلب الأب المدير المسؤول بالدار وكتب جميع عقاراته وأملاكه وقفا لهذا الدار ولم يتحمل هذه الصدمة وتوفي في الحال فرح الأبناء بعدما اتصل بهم البواب وأعطوه مبلغا من المال وذهبوا فرحين ليستولوا على أملاك أبيهم ولكنهم فوجئوا برجال الأمن يوقفونهم ليخبروهم أن هذه الأملاك كلها أصبحت ملكا لدار المسنين بل ويجب على كل منهم أن يخرج من شقته التي يسكن فيها هذا في الدنيا قبل الآخرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون توفي الأب وابنه الوحيد يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقامت الأم بتربيته ورغم تقدم الكثير للزواج بها لأخلاقها وجمالها إلا أن الأم رفضت كل المتقدمين وفضلت تربية ابنها كبر الإبن وأصبح شابا وكانت الأم توصيه بالصلاة والتقرب إلى الله ولكنه كان لا يستمع لها ودائما كان مجغولا عنها بسبب جلوسه الدائم أمام الإنترنت الذي كان يعطيه أغلب وقته ونادرا ما كان يجلس مع أمه ويتبادن معها الحديث وفي يوم دخلت الأم عليه وعاتبته أنت لا تشعر بي ولا بوجودي ولا تسأل عني ولا عن أحوالي بسبب هذا الجهاز العين حتى فرض الله لا تؤديه فرد ابنها مازحا أبشري يا أمي فسوف أشتري لك جهازا مثله وأنت تجيدين القراءة والكتابة ولن تملي من جلوسك أمامه طوال اليوم صمتت الأم في حزن وظل الابن مشغولا عنها حتى كان اليوم المشؤوم الذي رأت فيه ابنها وهو يشاهد أفلاما إباحية فصرخت في وجهه ما هذا اتق الله يا بني ثم أخذت توصيه بقلب الأم وهي تبكي طالما حياتك كلها هكذا فأنا أخاف أن تموت على ما أنت علي فمن عاش على شيء مات علي وكعادته لم يهتم الابن بنصائح أمه بل سخر من كلماتها وطلب منها أن تغادر حجرته ولا تتدخل في شؤونه فخرجت وهي تبكي وتدعو الله أن يتوب عليه مما هو فيه وبعد يومين فقط كانت الفاجعة حين اتصلت الأم بأخيها إمام المسجد وهي تصرخ أسرع يا أخي فأنا في كارثة أسرع الأخ إليها وحين رأته أغمي عليها وحين أفاقت أخذت أخاها وأدخلته غرفة ولدها فإذا بولدها عار الجسد وجالس أمام الكمبيوتر ويشاهد من خلاله فيلما إباحيا ولكنه ميت وأمه تصرخ وتقول لأخيها لم يكن يصوم أو يصلي فما مصيره يا أخي بكى الأخ ولم يستطع أن يتفوه بأي كلمة حتى بعد أن غسله وكفنه ودفنه لم ينطق بكلمة حتى لا يزيد من أحزان أخته ولكنه قال بينه وبين نفسه من غضب الله عليه أماته بهذه الميلتة وسيلقى ربه هكذا يوم القيامة أمام جميع البشر فقد أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أب ميسور الحال له من الأبناء أربع بنات وولد كان يفضل ابنه على بناته ويخصه بكل شيء حتى أنه قام بتزويجه قبل أن يبلغ العشرين عاما وعندما بلغ الأب الخمسين من عمره ماتت زوجته فهداه تفكيره السيء أن يكتب وهو على قيد الحياة كل ما يملك من أموال وعقارات لابنه دون أن يترك لبناته المتزوجات شيئا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وأصبح الأب لا يملك من حطام الدنيا شيئا لم يمضي عام واحد على عمله هذا حتى رأى ابنه وزوجته تتغير معاملتهم الحسنة معه وأخذ يتضايقان من كل قول يقوله أو عمل يعمله وبدأ الجفاء والغلظة يظهران في تصرفاتهما معه وعندما يعترض على هذه المعاملة السيئة كان نصيبه كلمات قاسية حيث قال له ولده الذي ضحى من أجله بكل شيء اسمعي عجوز إن صبرت عليك أنا فإن زوجتي بنت الحسب والنسب لن تصبر وإذا بقيت على هذه الحال فستفارقني زوجتي تاركة لي أولادي الثلاثة فأرجوك أن تكون عاقلا منتزنا في أقوالك وأفعالك ولا تركد علينا عيشنا بكى الأب وأخذ يفكر طويلا في عمل حاسم يستطيع به رد كرامته واعتباره فذهب إلى أحد مستأجر المحلات من ابنه يطلب منه بعض المال فاستمهله دقائق ثم جاء بعدها بصحبة ابنه الذي أخذ يتوعده بالويل إن كرر هذا المجيء وعندما رد الأب عليه بقسوة ما كان من الابن إلا أن رفع يده عليه وصفعه أمام الناس وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وهدده بالقتل إن لم يغادر المدينة كلها ثم أرسل إلى إحدى أخواته المتزوجة بإحدى القرى يطلب منها أن تحضر لتأخذ والدها معها قبل أن يقتله فجاءت الإبنة وزوجها وأخذ يرجوانه أن يذهب معهما إلى منزلهما ليكون لهم الأب وكل شيء في وجودهما حتى أن زوج ابنته نزل على قدميه يقبلها كي يوافق على الذهاب معهم إلى بيتهم فنزل على رغبتهما وظل أسابيع في بيت ابنته لقي خلالها أكرم ضيافة فقد عمله صهره معاملة كان يرجو لو أن ابنه الذي أعطاه تعب خمسين سنة يعامله عشرها مرت الأيام ورزق الإبن بطفل أحبه كثيرا وعندما أصبح عمره عشر سنوات سمع من الناس ما فعله أبوه بجده فغضب من أبيه وترك البيت ولم يعد في هذا الوقت تغير حال الإبن من الغنى إلى الفقر والضياع وضاقت بهم الدنيا فأخذ يفكر في الحال الذي وصل إليه وعلم أن كل ما حدث له ولزوجته بسبب عقوقه لوالده فذهب إلى أبيه عند بيت أخته باكيا نادما معتذرا على ما فعله معه فسامحه الأب ونسي كل ما تعرض له وفجئ الإبن بوجود ولده عند جده يعيش سعيدا ولا يترك جده لحظة ووافق الأب على العودة لبيته فعادت معه السعادة للبيت وتغيرت حياة الإبن وأصبح ناجحا في حياته فأعاد كل ما يملك لأبيه وأصبح بارا به وعطوفا رحيما مع إخوته البنات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون